يمكن الدكتور موضوع مهم الأردن لديها اتفاقية سلام مع إسرائيل كيف تم استغلالها في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الحرب الشعواء على غزة يعني كيف كان لها استخدام لهذا الكرت في هذا الوقت خلينا نحكي من البدايات الأردن ضمن منظومة عربية قررت أنها تذهب للسلام وفي مؤتمراتها كلها نسفت فكرة الحرب وتحدثت عن السلام بمعنى لم يعد للحرب خياراتها لما كانت في حرب كنا نخوضها الآن صارت اتفاقية الأردن مع دولة الاحتلال هذه اتفاقية وادي عربة الكثير ينتقدونها وأنا كنت من منتقدينها ولكن بالنهاية في واقعية سياسية يجب أن تسود الواقعية السياسية تقول أنه أنا بدون غطاء عربي ودولي في حرب يمكن أن أحرر فيها أراضي فلسطينية لا أستطيع دقولها وبالتالي الأردن بدأ منذ اللحظة الأولى باستثمار اتفاقية السلام للمصلحة العربية والفلسطينية في كل مرة كان الأردن كانت الحروب تنشب كان هناك مسار دبلوماسي من تحت اليسير وكان يستثمر الأردن هذا المسار الدبلوماسي لعدة أشياء أولا لمحاولة استبعاد الحل العسكري لأنه نتائج وقيمة ثانيا لمحاولة مساعدة شعب الفلسطيني من خلال ادخال المساعدات ادخال المؤن الرعاية الطبية هناك مستشفيات طبية وجود العلاقة الدبلوماسية تجسر الهوى بدل أن أعمل هذه الخطوات من خلال وسطا بكرة يتمننوا علي كذلك الآن أنا صرت أعملها دايريكت من خلال الاتفاق ولم أنا أقيد خطاب السياسي بعلاقتي هذه هذه مهمة كثير أنا لم أقيد أنا انتقدت السلوك الإسرائيلي منذ اليوم الأول ووقفت ضده وأعلنت أنه هذا فعل إجرامي واستدعيت السفير بمعنى العلاقة الدبلوماسية لها نمط من السلوك أنا مش بحالة حرب مع إسرائيل الآن أنا أحكي كسياسة الآن مش بحالة حرب وبالتالي ما بأعلن الحرب لأن إذا أوقفت اتفاقية السلام هذا يساوي دبلوماسيا أو عسكريا إيقاف السلام والذهاب إلى الحرب يصبح الخيار اللي أمامي هو الحرب وبالتالي استثمار العملية السياسية لمصلحة تحقيق احتياجات الآن الحرب تولد احتياجات نحن بلاش نضحك على أنفسنا الحرب بدها أدوية للمواطنين بدها غذاء بدها مكان يأو إليه موحد هدن بيتو بحاجة إليه أيضا بحاجة إلى دعم لوجستي على الأرض بهذا هذا لن توفره إذا أنت كنت في قطيعة مع عدوك لأنه حتى لو كان عدوك يجب أن تفتح مسارات دبلوماسية معه من تحت الطاولة على الأقل حتى تحقق غايات معينة هذه الاتفاقية أو ساهمت تساهم في الحروب دعيني أقول تساهم في الحروب في نجدة الشعب الفلسطيني في احتياجات ضرورية له وأيضا تقف معه موقفا دبلوماسيا حاسما بنفس الوقت لم يتنازل الموقف الأردني عن نقده والوقوف في وجه الاحتلال وإلا لما كانت كل هذه الحركات دبلوماسية ترجمة نانسي قنقر